السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه فيديو سريع عن مشكلة حصلة في اليوتيوب حاليا وهي اختفاء الفيديوهات انا على الساعة 6 تقريبا كده لقيت تعليق من صديق بيسألني ان الفيديو بتاعه رفعه لقاه اختفى مش موجود في استوديو اليوتيوب انا اعتقد ان ممكن كان الفيديو ليه علاقة بالاحداث اللي بتحصل حاليا في فلسطين وانه مثلا كتب في العنوان اسم فلسطين واسم الكيان المحتل او الصورة المصغرة فيها دم او فيها حاجات من اليوتيوب طبعا وكل المنصات حاليا بتحارب الموضوع ده مش عايزة الناس تتكلم في الموضوع تقريبا يعني بس لقيت التعليقات اكررت من اكتر من صديق بخصوص نفس المشكلة وهي اختفاء الفيديوهات فانا مش عارف هل كلهم بيرفعوا فيديوهات متعلقة بالاحداث الجارية في فلسطين عشان كده اليوتيوب بيعمل الحكاية بيحزب بقى الفيديوهات مش قصة نهو بيبعت انزارات دلوقتي حتى لو الفيديو مفوش حاجة مخالفة بس من مجرد ان الخوارزمية بتقرأ كلمة فلسطين او كلمة الكيان المحتل او اي حاجة ليه علاقة بالاحداث الجارية بتقوم بقى حزب الفيديو مش عارف فعشان كده قلت بمجرب ارفع فيديو كنت يعني مستني يوم وهنزله بس قلت لا هرفعه دلوقتي وهنزله سبعة ونص صباحا عشان اشوف هل الفيديو برضو هتحصل في نفس المشكلة ولا لا وبتمنى بقى ياريت من الاصدقاء اللي هيشوف الفيديو انا مش بقول مشاركته ولا اي حاجة انا بتكلم بس يقولون في التعليقات اللي حصل معهم المشكلة دي كانوا رفعين فيديوهات عادية ولا فيديوهات متعلقة بالاحداث الجارية في فلسطين حاليا عشان نعرف هل دي مشكلة عامة في اليوتيوب ولا اليوتيوب وباقي المنصات بتمارس القمع ومش عايزة الناس تتكلم في الموضوع ده خالص فانا رفعت بالفيديو بالفعل اهو فاضل الخطوات بتاعة النشر هنشره معاكو عشان نشوف ايه اللي هيحصل بالزبط اضغط على التالي نفعل الربح تالي ارسال التقييم تالي مش هعمل اي دلوقتي عناصر ولا اي حاجة عشان بس ما نطولش الفيديو تالي وبعدين هعمله حتى علني على طول معاك وهو هضغط على كلمة نشر طيب الفيديو زي ما حضراتكم شايفين موجود اهو مفيش اي حاجة دعونا ندخل على الفيديوهات الفيديو برضو موجود عادي مفيش قيود مفيش اي حاجة مفيش اي مشكلة طيب تعالوا كده اروح على قناة التانية اشوف اشعار وصل ولا لا الفيديو هشتغل ولا ايه ادي الفيديو الظهر عادي في الصفحة العامة وموجود في زر الاشعارات برضو مفيش اي مشكلة بتعالوا نضغط على البيوت الحلوة مستخبية بيوتها توصلت ليها زي ما انتوا شايفين برضو اشتغل عادي حتى وظهر عليه الاعلان يعني مفيش المشكلة اللي الناس بتتكلم عنها فعشان كده بقى ياريت الناس تقول لنا في التعليقات هل اللي حصل معهم المشكلة دي كانوا بيرفعوا فيديوهات متعلقة بالاحداث الجارية في فلسطين ولا كانت فيديوهات عادية فبالتالي دي مشكلة كانت مؤقتة من اليوتيوب وتحلت ولا ايه فانا في انتظار تعليقاتكم عشان نعرف ايه هو السبب تحديدا انا حبيت اشارك معكم التجربة اهو ورفعت طبعا فيديو سبعة ونص صباحا يعني ممكن الفيديو ده يعني ما يحققش اي مشاهدات بس مش مشكلة المهم من الناس يعني تبقى عارفة او تتطمن لان كمان حتى الخوارزميات الخاصة باليوتيوب وبالفيسبوك وبالتكتوك كل المنصات دي حتى لو الفيديو اتنشر وبيقرؤ في العنوان اي كلمة لها علاقة بالاحداث لو ما تحذفش الفيديو ما فيش انذارات بيقللوا انتشاره جدا عشان ما يوصلش للناس وقبل ما اختم الفيديو اسألكم الدعاء لأهلنا في فلسطين بالنصر والعزة ان شاء الله وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو اشتركوا في القناة